مراسلات حكومية روسية طلعت عليها صحيفة Financial Times كشفت أن موسكو حصلت سراً على سلع حساسة من الهند وبحثت بناء مرافق هناك لدعم حربها في أوكرانيا بحسب المراسلات في أكتوبر 2022 خططت وزارة الصناعة والتجارة الروسية لإنفاق ما يعادل مليار دولار لتأمين منتجات إلكترونية عالية الحساسية وفقاً لتقرير Financial Times استهدفت روسيا والهند التقنيات ذات الاستخدام المزدوج وهي السلع ذات التطبيقات المدنية والعسكرية الخاضعة لقيود غربية وبينما تزداد العلاقات بين موسكو ونيودالهي عمقاً أصبح هذا التقارب مصدراً متنامياً للخلاف مع واشنطن حيث وجه نائب وزيرة الخزانة الأمريكية تحذيراً الآن إلى ثلاثة من أكبر المنظمات التجارية الهندية من فرض عقوبات على المؤسسات أو الأفراد الذين يتعاملون مع القاعدة الصناعية العسكرية الروسية ونذهب إلى نيودالي ينضم إلينا من هناك غولريس الشيخ وهو محلل شؤون الجيوسياسية أهلاً وسهلاً بك غولريس وشكراً جزيلاً حضورك معنا اليوم هذا حصل طبعاً بنفس الوقت الذي كانت الهند تسعى ونوعاً ما تنجح بالتقارب أكثر من واشنطن تحديداً فما هي هذه اللعبة التي تلعبها الهند الآن على الخطين؟ أعتقد أن الغرب هو من يلعب هذه اللعبة في جميع وسائل الإعلام الغربية كدولة ذات سيادة وهي حرة باتخاذ قراراتها التي تلبي مصالحها القومية كما أن الهند تتبع وبنسبة 100% العقوبات الموافقة عليها من الأمم المتحدة وهي منزمة للجميع ويجب أن لا ننسى أن الغرب يستعمل السردية الإعلامية لوضع شكل التصورات والسياسات العالمية والغرب يستعمل الوسائل الغربية من ينسى كذبة أسلحة الدمار الشام الخاصة بالعراق بمن في ذلك بي بي سي وفاينانشل تايمز وانيورك تايمز كل هذه الوسائل الإعلامية نشرت الأكاذيب عنها وهناك تقارير كثيرة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الدول غير الصديقة لكي تزيد من الضغط الدولي عليها ولكي تفرض عقوبات عليها ولا يجب أن ننسى عملية الطائر المحاكي أو الموكينبيرد أوبريشن التي اعترفت فيها الحكومة الأمريكية أنها قد استعنت بأربعمائة شخص وتحديدا من الجامعات ومن الحيز العام خلال الحرب الباردة لنشر الأكاذيب عبر الإعلام ووليام كلبي خلينا نبقى بهذا نعم خلينا نبقى بموضوعنا موضوع اليوم لو سمحت خلينا نحكي بس بميكانيكية ما الذي يحصل طبعا ولا ننظر لما ورد بهذه الصحف التي تتحدث عنها هذه الخطوط مفتوحة أو غير مفتوحة ما بين الهند وروسيا الهند تشتري النفط من روسيا وتدفع بالروبل وروسيا بحسب هذا التقرير تستخدم هذه المبالغ من أجل شراء بعض المكونات هذه العلاقة موجودة ما بين الهند وروسيا بما معناه علاقة تجارية مع بعض النفط أو غير النفط موجودة ما بين الهند وروسيا أولا الهند وروسيا لديهما علاقة استراتيجية بعيدة المدى وهذه العلاقة تتضمن برنامجا مشتركا للصواريخ وكذلك شراء الأسلحة والتجارة لا تقتصر على الأسلحة بين البلدين فالهند وروسيا تتعاملان مع بعضهما البعض بعملاتهما ثنائية وليس بالدولار حاليا لكن هناك أكثر من مليار دولار من الصادرات من الهند إلى روسيا من السلع المرتبطة بالهندسة بما في ذلك قطاع السيارات ومنتجات الهندسة والمعدات الثقيلة والمعدات الخفيفة إذن قيمة هذه السلع أكثر من مليار دولار وكذلك هناك تجارة المستحضرات الصيدلانية بالعملات الثنائية وهناك شراء للأدوية الهندية الجنيسة والهند المورد الأساسي في العالم للأدوية الجنيسة وبالتالي هناك الكثير من الفولاذ الهندي الذي يتج إلى روسيا وهناك تجارة بالروبل والروبيا على هذا الموضوع بالسلع على موضوع التجارة بالروبل نسمع الآن من ترامب يعود ويحدد أو يقول بأنه قد يضع رسوم بمعدل مئة بالمئة على الدول التي تقوم بعمليات أو ضشاط تجارة ثنائي بعملات غير الدولار طبعا هو لأنه يجعل الدولار هي العملة الاحتياطية الأساسية بالعالم فما هو تعليقكم على ذلك وما الذي سيحصل بهذه التجارة بين الدول التي تتم خارج العملة الأمريكية ما يقوله السيد ترامب يناسب المصالح الأمريكية وهو يفعل ما يناسب المصالح الأمريكية لكن أمريكا اليوم ليست بالقوة التي كانت عليها قبل عقدين هي لم تضعف بالضرورة لكن الهند وروسيا والبرازيل وأفريقيا الجنوبية وبعض الدول الأخرى بما في ذلك السعودية أصبحت أقوى إذن هناك محدودية للقوة هناك محدودية في القوة العسكرية وهذا الأمر ينطبق على كل شيء وإذا كانت دول بريكس تمارس التجارة فيما بينها في اجتماع بريكس في قازان اتخذوا قرارات وعلى الأغلب سيتخذون قرارات إضافية بخصوص التجارة بالعملات الثنائية فكيف يمكن لأمريكا أن توقف ذلك؟ هي يمكن أن تحاول لكنها لن تتوقف أو لن تتمكن من إيقاف تجارة بين هذه الدول بالعملات الثنائية وهي لا تستطيع فرض العقوبات فهي أفرطت في استعمال العقوبات وهذا ما أثر على الدولار اليوم كل رئيس شكرا جزيلا حضرك معي هذا الصباح اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع السبا معي أنا سبا عودي اشتركوا في القناة